بسم الله الرحمن الرحيم طلاب يا الأعزاء أصعد الله أوقاتكم بكل خير ودرس جديد من دروس الهندسة بعنوان المجسمات سنتعلم في هذا الدرس مجسمات متعددة السطوح الجانبية ومجسمات ذات سطوح جانبية منحنية في البداية ما معنى المجسم؟ تعريف المجسم المجسم هو شكل ذو ثلاث أبعاد إذن شكل ذو ثلاث أبعاد ما معنى ثلاث أبعاد؟ أي الطول والعرض والارتفاع إذن ثلاث أبعاد أي الطول والعرض والارتفاع ويشغل حيزاً في الفراغ إذن المجسم شكل زو ثلاث أبعاد يشغل حيزاً في الفراغ مما يتألّم المجسم السطوح المستوية للمجسم تسمى أوجه لاحظوا لديع على الشاشة إذن السطح المستوي الأمامنا هو مكعب سطح المستوي يسمى الوجه والوجه في المكعب لاحظوا هناك عدة أوجه إذن في المكعب عدة أوجه كل وجه على شكل مربع إذن أوجه أو سطوح تسمى سطح إذن السطوح المستوية للمجسم تسمى أوجه الآن خط تقاطع الوجهين يسمى حرفاً إذن إذا في وجه جانب وجه آخر خط تقاطع الوجهين يسمى حرفاً ماذا يسمى حرفاً أعيد السطوح المستوية للمجسم تسمى أوجه الآن خط تقاطع الوجهين يسمى حرفاً ثالثاً نقطة تقاطع الأحرف نقطة تقاطع الأحرف تسمى رأساً نقطة تقاطع الأحرف تسمى رأساً الآن هناك مجسمات التي تكون أوجهها مضلعات متعددة السطوح الجانبية مثل المكعب ومتوازي المستطيلات والموشور السلاسي والهرم السلاسي أعيد إذن من المجسمات التي تكون أوجهها مضلعات متعددة السطوح الجانبية مثل المكعب ومتوازي المستطيلات والموشور السلاسي والهرم السلاسي الآن طلابي الأحسا نريد اسم كل مجسم فيما يأتي في الشكل الأول ألف ما اسم هذا الشكل؟ إنه مكعب سنأخذه بالتفصيل إذن المكعب من المجسمات التي أوجهها مضلعات متعددة السطوح الجانبية الآن الأسطوانة الأسطوانة هو من المجسمات ذات السطوح الجانبية المنحنية إذن أوجهها الجانبية منحنية الآن متوازي المستطيلات هو من المجسمات متعددة السطوح الجانبية ما معنى متعددة السطوح الجانبية؟ أي له عدة أوجه جانبية تمام الآن الهرم الرباعي وهو أيضا متعددة السطوح الجانبية ومن ثم المخروض هو مجسم ذات سطوح جانبية منحنية الآن أريد أن أذكر رقم كل مجسم جميع سطوحه مستوية سنذكر اسم كل مجسم جميع سطوحه مستوية هل الأسطوانة سطحها مستوية؟ كلا إنه سطوح جانبية منحنية هل المكعب سطح سطوحه مستوية؟ ما معنى مستوية؟ أي ليس فيه انحناءات نعم إذن المكعب مجسم سطح جميع سطوحه مستوية إذن المكعب ومتوازي المستطيلات والهرم الرباعي هم من المجسمات ذات السطوح المستوية الآن أريد ما اسم المجسمات ذات السطوح المنحنية؟ ما اسم المجسمات ذات السطوح المنحنية؟ رقم اثنين الأسطواني وهي ذات سطح منحنية والمخروط رقم خمسة طلبي الأعزاء الآن سنبدأ بشرح كل مجسم على حدة الجدول الذي أمامكم يوضح خصائص بعض المجسمات ما اسم المجسم الذي أمامكم؟ إنه المكعب المكعب هو شكل له ثمانية رؤوس لنبدأ بيعد الرؤوس واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمينة إذن له ثمانية رؤوس واثنى عشرة حرفا لنبدأ في العدل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمينة تسعة عشرة إداعش نعش إذن له ثمانية رؤوس واثنى عشرة حرفا وست سطوح كل سطح على شكل مربع وست سطوح كل سطح على شكل مربع إذن نعيد المكعب هو شكل له ثمانية رؤوس واثنى عشرة حرفا وست أوجه أو ست سطوح كل وجه أو كل سطح على شكل مربع الآن المجسم الثاني وهو متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات من مجسمات متعددة السطوح أو متعددة الوجوه الجانبية له تمانية رؤوس وأيضا إثنى عشرة حرفا وست سطوح أي ست أوجه كل وجه أو كل سطح على شكل مستطيل كل مستطيل يقابل يقابل المستطيل الذي أمامه ويوازيه ويساويه أعيد متوازي المستطيلات له له ثمانية أحرف وإثنى عشرة حرفا عفوا له ثمانية رؤوس وإثنى عشرة حرفا وستة سطوح أو ستة أوجه كل كل وجه على شكل مستطيل كل مستطيل يقابل الذي أمامه ويساويه ويوازيه ذلك سمي بمتوازي المستطيلات الشكل الثالث الآن الهرم الرباعي لماذا سمي بالهرم الرباعي لأن قاعدته على شكل رباعي قاعدته شكلا رباعيا لذلك سمي بالهرم الرباعي له كم رأس نعم له خمسة رؤوس لنبدأ بعدها واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة إذن كم رأس له خمسة رؤوس أربعة أصبح خمسة أسطح كل سطح على شكل مسلس أعيد الهرم الرباعي لماذا سمي بالهرم الرباعي لأن قاعدته على شكل رباعي له له خمسة رؤوس وثمانية أحرف وخمسة أسطح أو خمسة وجوه كل وجه أو كل سطح على شكل مسلس الآن طلابي الأعزاء الهرم السلاسي قاعدته مسلس له أربعة رؤوس واحد اتنين ثلاث أربعة وستة أحرف وأربعة أسطح أو أربعة أوجه كل وجه على شكل مسلس طلاب يا الأعزاء انتهينا من القسم الأول من مجسمات متعددة السطوح الجانبية هناك مجسمات ذات سطوح منحنية منها الأسطواني والمخروط ما هي الأسطواني؟ الأسطواني هي شكل قاعداته الإسنان على شكل دائرة إذن القاعدتين على شكل دائرة متوازيتان ومتساويتان والجسم الجانبي بشكل مستطيل إذن الأسطواني قاعدتاه العلوية والسفلية على شكل دوائر متوازية ومتساوية إذن نسميها الأسطواني الشكل الثاني من المجسمات ذات السطوح الجانبية المنحنية وهو المخروط كم قاعدة للمخروط؟ له قاعدة واحدة بشكل دائرة وكم رأس له له رأس واحد وقاعدة واحدة على شكل دائرة ماذا نسميه؟ نسميه المخروط لنأخذ مثالا جديد نلاحظ المجسمات الآتية أي منها لها سطوح منحنية ونريد أن نسميه هل ألف هو سطح منحنية؟ كلا إنه مكعب متعدد السطوح الجانبية هل باء هو سطح منحنية؟ كلا إنه متوازي مستطيلات وأيضا مجسم متعدد السطوح الجانبية جيم هل هو من سطوح المنحنية؟ كلا إنه هرم سلاسي أيضا ذو سطوح جانبية إذن الشكل دال هو سطح منحني أو مجسم ذات سطوح جانبية منحنية ويسمى الأسطواني قاعدتاه دائرتان متوازيتان ومتساويتان إذن لنأخذ الجدول الذي أمامنا ونقارن بين الهرم السلاسي والهرم الرباعي من حيث عدد السطوح والتي شكلها مسلس وعدد السطوح التي شكلها رباعي المجسم الأول وهو الهرم السلاسي له أربع رؤوس له ستة أحرف له أربع أوجه كل منه على شكل مسلس الآن عدد السطوح التي شكلها مسلس كم سطح سنبدأ في العد واحد اثنان ثلاث أربعة إذن عدد السطوح التي شكلها مسلس وهي أربعة الآن طلاب الأعزاء عدد السطوح التي شكلها رباعي إنها صفر إذن عدد السطوح التي شكلها رباعي صفر لأن الشكل الأول المجسم هو هرم سلاسي إذن هرم سلاسي وليس رباعي الآن الهرم الرباعي كم عدد السطوح التي شكلها مسلس كم عدد السطوح إنها أربع أوجه أو أربعة سطوح سنبدأ في العد واحد اسنين ثلاث أربعة إذن الأوجه الجانبية هي أربعة سطوح أو أربع وجوه جانبية أما القاعدة فهي شكل رباعي إذن الأوجه الجانبية على شكل مسلسات أما الوجه القاعدة يكون على شكل رباعي إذن سطحا واحدا سطحا واحدا الآن طلابي الأعزاء ما اسم المجسمات التي أمامنا تكلمنا في الدرس عن مجسمات وهناك أشكال موجودة في الحياة العملية ما اسم أول شكل إنها علبة محارم أو كلينيكس ماذا تشبه ماذا تشبه تشبه نعم متوازي مستطيلات متوازي مستطيلات الآن الشكل الثاني هي مطمورة نعم مطمورة يضع أو حصالة نقود للصغار يضع الصغار فيها نقود على شكل نعم على شكل استواني على شكل استواني قاعدتاها دائرتان متوازيتان الشكل الثالث هي خزانة نعم وهي على شكل مكعب على شكل مكعب جميع الأوجه الجانبية على شكل مربع الآن الشكل دال هو موجود في دولة مصر وهو معلم كبير وهو الهرب الآن سمي كل من المجسمات الآتية التي أمامنا نريد أن نذكر خاصتين لكل مجسم وتلوين كل قاعدة في كل مجسم إذن القاعدة ما هو أول شكل ولوناه إنه المخروض المخروض له رأس واحدة وقاعدة واحدة شكلها دائرة وهو مجسم يتدحرج إذن أعيد المخروض له رأس واحدة وقاعدة واحدة لونناها باللون الزهري والقاعدة على شكل دائرة وهو مجسم يتدحرج الشكل الثاني هو إسطواني لاحظوا طلابية الأعزاء تكلمنا عن الإسطواني أنها شكل ذات سطوح جانبية منحنية لها قاعدتان متوازيتان دائرتان لونناهم نحن تكلمنا من نون القاعدات وهو مجسم أيضا يتدحرج الآن الشكل الثالث هو المكعب له ثمانية رؤوس واثنى عشر حرفا وستة أوجه أو ستة سطوع كل منها مربع وهو لا يتدحرج أما الشكل الرابع والنهائي وهو متوازي مستطيلات له ثمانية رؤوس واثنى عشر حرفا وستة أوجه كل وجه على شكل مستطيل وهو لا يتدحرج بهذا نكون قد انتهينا من دروس قسم الهندسة وانتهينا من درس المجسمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر